السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية ومن خلال الموضوع الثاني سوف نأخذ اليوم نص معلوماتي بعنوان كرة السرعة في كتاب المدرسة بتاعنا صفحة 37 نشاط الأول فكر ارسم دائرة على الشكل الألعاب الرياضية التي تعرفها قدامنا يا حبابي مجموعة من الألعاب الرياضية عايزين نعمل دائرة على الألعاب اللي احنا عارفينها راحنا كل الألعاب دي اتعرفينها عندنا أول حاجة الولد اللي هو راكب الدراجة هنعمل دائرة عليها الولد اللي هو بيزبح في الماء نعمل دائرة البنت اللي بتلعب بالكرة برضه نعمل دائرة الولدين اللي بيلعب مع بعض دول برضه نعمل دائرة والولد اللي هو بيلعب بالكرة دوت هنعمل عليه ايه دائرة نشاط اتنين اقرأ واكتشف اتنين ألف استنتج معنا الكلمة من السياق واكتوبه ثم تأكد من المعجم قدامنا مجموعة من الكلمات فين محطوطة في جمل عايزين نستنتج معاني الكلمات ديت ونتأكد منها من المعجم علشان الكلمات ديت يا حبيبي موجودة معانا في النص اللي احنا هنقرأه نعرف باعرفين احنا معناها ايه طيب الجملة الاولانية يستخدم صديقي حبلا بنهايته عقدة قوية في تسلق الجبال يعني عقدة عقدة معناها ربطة برافو بني البيت على اسس متينة يعني متينة يعني قوية حسنتم تحب هبة الذهاب للملاهي لتتأرجح مع صديقاتها يعني تتأرجح يعني تتحرك ربطة اخي الكرة بحبل وجعلها متدلية متدلية يعني نازلة يتعرض الطعام المكشوف دائما للتلف اه برافو عليكم التلف معناها ايه معناها الفساد منحتني الدولة برات اختراف الطاقة النووية برات اختراف يعني اعتراف رسمي لاقت موهبة في الرسم استحسان الحاضرين لاقت بمعنى نالت نالت موهبتي في الرسم استحسان الحاضرين اخر جملة معنا شاركت مصر في العديد من المحافل الدورية المحافل اللي هي مكاني اولاد مكان التجمع ننتقل بعد ذلك الى النص المعلوماتي اللي موجود معنا في صفحة التمانية وتلاتين نركز مع بعضنا ونحنا بنقرأ النص يا حبيبو هنشوف معاني الكلمات اللي احنا ايه اللي احنا عنفناها دلوقتي مع بعضا النص بانوان كرة السرعة بدأ نشاط ممارسة هذه الرياضة عام الف وتسعمية وستين بالاماكن الواسعة او على الشواطئ ثم تطورت بعد ذلك لو تصبح الرياضة دولية باسم كرة السرعة وكثير مننا لا يعلم انها اختراع مصري مئة بالمئة هيا بنا لنتعرف حكايتها كان محمد حسين لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام الف تسعمية وستين هو الاصل في تاريخ هذه الرياضة وتتلخص هذه اللعبة في تثبيت كرة التنس بخيط متين وينتهي الطرف الاخر من الخيط بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت على الارض كانت طريقة اللعب عن طريق ضرب كرة التنس بحيث تتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد يتم اختيارها وتتميز هذه اللعبة بامكانية لعبها بشكل فردي او زوجي رغم مكونات اللعبة البسيطة فان كرة التنس كانت قابلة للتلف كما ان المكونات المعدنية بواهضة الثمن ولذلك سعى محمد حسين لطفي الى تطوير اختراعه من خلال ايجاد كرة خاصة من المطاط كي لا تتمزك بسرعة وقد وجد كذلك طريقة لتثبيتها في الخيط واصبح شكل الكرة بيضاوي حتى حصل محمد حسين لطفي على براءة اختراع لكرة السرعة عام 1972 ليثبت للعالم انها اختراع مصري خالص كان اول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد باسم كرة الدائرة ثم سرعان ما انتشرت من مرستها على الشواطئ حتى اطلق عليها كرة الشاطئ ثم تغير اسمها للاسم المتعارف عليها حاليا وهو كرة السرعة وقد لقت اقبالا كبيرا من مختلف الاعمار في كثير من الدول واصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافلة الرياضية على مستوى العالم نقرأ نصك من مرة ما بعد يا شبطان نركز اكتر شوية بدأ نشاط ممارسة هذه الرياضة سنة كام 1960 بالاماكن ايه بالاماكن الواسعة او على الشواطئ ثم تطورت بعد ذلك لتصبح الرياضة ايه رياضة دولية باسم كرة السرعة كثير منها لا يعلم انها اختراع مصري بقى بالماء يعني الكرة السرعة دي اختراع مصري بقى ايه ماء بالماء عايزي يلا بنا بقى نتعرف مع بعض حكايتها كان محمد حسين لطس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام 1960 هو الاصل في تاريخ هذه من الرياضة بمحمد حسين لطفي هو الاصل في اختراع وتطوير هذه الولادة هذه الرياضة اللي هي كرة مين السرعة تتلخص اللعبة فيه في تزبيت كرة التنس بخيط متين وينتهي الطرف الاخر من الخيط باقدة متينة ومثبتة بعمود معداني ثابت عليه على الارض اما عن طريقة اللعبة بتاعتبت لعبة ازاي عن طريق ضرب بكرة التنس بحيث تتحرك وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد يتم ايه اختيارها بيبقى لها قواعد بيتم ايه اختيارها تتميز هذه اللعبة بامكانية لعبها بشكل فردي او زوجي يعني احنا ممكن لعبة كرة السرعة ديت ممكن واحد يلعبها لوحده وممكن اتنين يلعبوها ايه مع بعض بس برغم مكونات اللعبة البسيطة ديت فان كرة التنس كانت قابلة للتلف الفساد يعني كما ان المكونات المعدنية بتاعتها باهضة السمن علشان كده سعى محمد حسين لطفي الى تطوير اختراعه من خلال ايجاد كرة خاصة من المطات كي لا تتمزق بسرعة وقد وجد كذلك طريقة لتتبتاه فين في الخيط واصبح شكل الكرة بيضاوي حتى حصل محمد حسين لطفي على براءة اختراع لكرة السرعة عام الف تسعمية وكان الف تسعمية اتنين وسبعين ليثبت للعالم انها اختراع مصري خالص كان اول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد كان اسمه بقى وقتها يا حبيبي كان اسمه كرة الدائرة ثم سرعان ما انتشرت ممارستها على الشواطئ حتى اطلق عليها كرة كرة الشاطئ ثم تغير اسمها للاسم المتعارف عليها حاليا وهو كرة كرة السرعة وقد نالت اقبالا كبيرا من مختلف الاعمار في كثير من الدول واصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافل الرياضية على مستوى العالم ده النص المعلومات اللي موجود معنا يلا بينا يا حبيبي نحن الانشط اللي موجود على النص المعلوماتي او النشاط اتنين اه بعد قراءتك النص اجب عن الاسئلة الاتية عندي اه تلات نقط اختياري اول جملة كرة السرعة اختراع لبناني ولا مصري ولا فرنسي اه بيرافع عليكم يا حبيبي اختراع مصري كرة السرعة اختراع مصري الجملة التانية اطلق على كرة السرعة اسم ايه كرة التنس ولا كرة القدم ولا كرة الشاطئ برافو عليكم كرة ايه كرة الشاطئ الرقم جيم تمارس كرة السرعة في الاماكن الضيقة ولا العالية ولا الواسعة اه احسنتم تمارس فين في الاماكن الواسعة استخرج من النص مراجف تتحرك احنا لسا اخذينا من شوية اه برافو تتحرك يعني تتارجح مفرد اختراعات اختراع جمع دولة دول مضاد محلية عالمية طيب لما قام محمد حسين لطفي بتبديل كرة اخرى بكرة التنس ليه ولاد اه لانها ايه لان كرة التنس كانت معرضة للتلف والمكونات المعدنية بتاعتها كانت باهضة ايه السمن نشاط اتنين اقرأ واكمل بما يلي قدامنا اربع كلمات او خمس كلمات عايزين نكمل بهم يا حبابي الفكرة اللي قدامنا ديت يلا بينا ذهب عمر مع اصدقاءه في رحلة تخييم بالغابة شرح عمر بعض المبادئ الاساسية لنصب الخيمة وهي ان تكون نقطة الحبل مربوطة ربطة ان تكون ايه ان تكون عقدة الحبل مربوطة ربطة ايه ربطة قوية او متينة حتى لا نقطة الخيمة حتى لا ايه لا تتارجح الخيمة حتى لا تتارجح الخيمة وتسقط من شدة الريع كما يجب نقطة الخيمة جيدا بالارض يجب ايه تسبيت الخيمة جيدا بالارض وبعد ان فرغوا من ذلك نقطة الخيمة استحسان مشرف الرحلة لاقت لاقت الخيمة يعني نالت نالت الخيمة استحسان مشرف من الرحلة وشكرهم على مجهودهم واحنا كده كمان الفقرة اللي قدامنا بالكلمات اللي هي ايه موجودة قدامنا فوق طيب نشاط رقم تلاتة اقرأ الامثلة الاتية ثم اجب عما يليه هفكركم يا حبيبي بيه المفرد وجمع المذكر وجمع المؤنس احنا عارفين لما انا مسلا قدامي الكلمة المفرد بس هيها بتدولي على المذكر وعايز احاولها لجمع خليها جمع مذكر انا عندي حاجتين بضيفهم ممكن اضيف واو نون او يقوى ايه او يقوى نون يبقى جمع المذكر السالم اننا المفرد بزود عليها ايه واو نون او يقوى نون نقرأ الامثلة ديت مع بعضنا ونشوف المهندسون ماهرون العاملون قائمون باعمالهم ان الصادقين محبوبون امسى المقاتلون مدافعين عن اوطانهم فالكلمات اللي قدامنا عند المهندسون عند الصادقين عند العاملون عند المقاتلون دي الكلمات ديت جمع مذكر ليه مصر علشان دي اخرها و و نون او يه و نون طيب اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين الكلمات الملونة اسمها اللي فعل ولا حرف اه برافو الكلمات الملونة اللي قدامنا دي يد بتدل على اسم طيب الكلمات الملونة كلها تدل على اكثر من اثنين ولا اثنتين برافو عليكم اكثر من ايه من اثنين فهي مفرد ولا مسن ولا جمع الا اكثر من اثنين بنقول عليه بنقول عليه جمع طيب الكلمات كلها تدل على مذكر عاقل ولا مذكر غير عاقل ولا مؤنس دي بيذكر عاقل بتدل على مذكر ايه مذكر عاقل طيب جميع الكلمات تنتهي بو و نون ولا يقوى نون ولا الاولى والثانية نبص كده مع بعضنا المهندسون ووانون العاملون ووانون الصادقين يا وانون المقاتلين ووانون يبهم ايه بالاولى والتانية اللي هما الوانون واليا ويا ولاد واليا والنون. ازن كل اسم جمع مذكر عاقل ينتهب ايه وانون او يا وانون يسمى جمع مذكر ايه حبيبي جمع مذكر سالف. طب يلا بينا نطبق الكلام دوت على المثالين اللي موجودين قدامنا بيقول يحول كما في المسال ولاحظ ما يحدث من تغيير. هو ما يديني المثال وعملوا اللي هو الكاتب. خلاها الكاتبون او الكاتبين. اضاف وهو نون او يا ونون. طب عايزين نعمل زي كده في المثالين اللي قدامنا. الفلاح هتبقى ايه برافا عليكم هتبقى الفلاحون او الفلاحين. طب الصانع هتبقى الصانعون او الصانعين. المثال رقم اه تلاتة مشاط تلاتة جيم حول الجملتين الاتيتين كما في المسال مستخدما اسمي الاشارة هذان وهؤلاء. طيب هذان دي بتيجي مع مين? اه هذان دي بتيجي مع اه المثنى المذكر. وهؤلاء دي بتيجي مع جمع مين? مع جمع المذكر. هو مديني المثال وعملوا. زي مثلا هذا صانع ماهر هتبقى هذان صانعان ماهران او هؤلاء صانعون ماهرون. طب عندي جملتين كمان عايزين نعملهم مع بعضين يلا يا ولاد. هزا لعب فائز هتبقى ايه? هذان لعبان فائزان. طب الجامعة بتاعها هؤلاء لعبون فائزون. احسنتم. هذا رسام موهوب. الجامعة بتاعها المثنى بتاعها يبقى ايه? هذان رسامان موهوبان. والجامعة هؤلاء رسامون موهوبون. ده اللي هو جامعة المذكر. ان احنا بنضيف وانون او يا حبيب على اخر ايه? على اخر الكلمة. ننتقل بعد ذلك الى نشاط اربعة لاحظ وتعلم. نشاط اربعة الاف عبر عن الصورتين الاثيتين كما في المثال. ثم اجب. عندي الصورة الاولانية. طبيبات. طيب التانية صورة ايه يا ولاد? اه. احسنتم. تلميزات. طيب الصورة اللي بعدها صورة ايه? مع المعلمات. طيب. طيب. ضاء علام الصح أو خطأ من خلال الامثال السابقة. الالف كل الكلمات السابقة اسماء. الكلام ده صح لاهما المؤنس. احسنتم. كل الكلمات السابقة تنتهي بالف وتاء? اه. نبص كده ما بعضينا. عندي طبيبات اخيرة الف وتاء. تلميزات الف وتاء. معلمات الف وتاء. طيب كل اسم ده اللي على اكثر من من ايه? من اثنتين بزيادة الف وتاء على اخره يسمى جامع مؤنس سالم. يبقى جامع المؤنس السالم اللي هو آآ بيبقى منتهي بالف وتاء. بيبقى اخره ايه ولاد اخره الف وتاء. نشاط اربعة بقى اجمع الجملتين الاياتين كما في المسال. مدين هو مسال وعملوا زي مسلا مسال قدامنا الام مربية. خليها جمع مؤنس سالم فتبقى ايه? الامهات مربيات. طب المهندسة ماهرة. يلا نعمله زي المسال اللي فيها يا ولاد. اه برافو عليكم. المهندسات ماهرات. طب التلميزة نجيبة. هيبوا ايه? اه احسنتم. التلميزات نجيبات. التلميزات ايه? نجيبات. نشاط اربعة جيم. سن واجمع الجملتين الاياتين مستعدما ضميري الغائب. هما وهن. هما طبعا ده بيجي مع ايه هما دوت? هما ده بيجي مع المسنة المذكر او مؤنس. وهن ده بيجي مع جامع مين اولا? مع جامع المؤنس. هو مديني مسال وعمل هوت. هي اديبة بارعة. بيتهمها ايه? اديبيتان بارعتان. هن اديبات بارعات. طيب عايزين نطبق الكلام دوت على المسانين اللي قدامنا. المسال رقم واحد هي معلمة مخلصة. عايزين نخليها مسنة هتبقى ايه? برافو عليكم هتبقى هما معلمتان مخلصتان. طيب الجامع بتاعها هن معلمات مخلصات. احسنتم. هي طالبة ناجحة عايزين نخليها مسنة هتبقى ايه? برافو عليكم هتبقى هما طالبتان ناجحتان. وجامع المؤنس بتاعها هن طالبات ناجحات. برافو. شوفوا المسال اللي بعده. او النشاط اللي بعده. اقرأ الفكرة ولاحظ الكلمات الملونة ثم اجب. دخلت مكتبة فوجدت ارففا كثيرة. عليها اشياء كثيرة ومختلفة. فهذا رفو عليه اقلام ملونة. واخرى للخط والكتابة. وهذا رفو ثاني عليه دفاتر جميلة. واخر عليه قصص ممتعة. فاشتريت بعض احتياجاتي وشكرت عمال المكتبة على نظامها الرعا. هل لقى الكلمات اللي قدامنا الملونة اللي هي ارففا وعندي اقلام وعندي دفاتر وعندي عمال وعندي قصص. طيب جميع الكلمات الملونة ديت اسم ولا فعل ولا حرف? الكلمة ديت اي اولاد اسماء ولا افعال ولا حروف ابرافو. هتبقى ايه؟ الكلام اللي قدامنا دوت اسماء. طيب جميع الكلمات الملونة بتدل على مفرد ولا مسانة ولا جامع؟ اه. بتدل على ايا ولاد بتدل على الجمع. جميع الكلمات الملونة اanja نهاية واحدة ولا نهاية مختلفة احنا لو بصونا فيها كده ارففا عمال دفاتر قصص اقلام ملهاش نهاية محددة. نهايات ايه يا ولاد? كلها بتنتهي بنهايات مختلفة. اذا فجميع الكلمات السابقة هي جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنس ولا جمع تكسير. احنا خدنا جمع المذكر اللي هو بيبقى اخر ووانون او يقوانون. طيب جمع المؤنس بيبقى اخر الف وتاء. يبقى مفيش هنا ووانون ولا يقوانون ولا الف وتاء. يبقى هي اذا الكلمات اللي قدامنا ديت يا ولاد جمع تكسير. اللي هو ايه? الجمع اللي مالوش نهاية محددة بيبقى بينتهي بنهايات يا حبيبي نهايات مختلفة. نشاط اربعة اجمع لكلمات الاشياء جمع تكسير قدامنا تلات كلمات عايزين نجمعهم جمع تكسير. اول كلمة كلمة حقيبة. حقيبة جمعها ايه? برافو. حقائب. طيب نافذة. نوافذ. احسنتم. طيب كتاب جمعها كتب. كتاب جمعها ايه ولاد? كتاب جمعها كتب. برافو يا حبيبي. نشاط اللي بعد كده استخدم اسم الاشارة المناسب. هذه وهؤلاء كما فين? كما في المسال. هذه مقاعد جميلة. هؤلاء طلاب مهزبون. طيب. جنود مخلصون هتبقى تاخدي جنود. هؤلاء برافو. طيب. رجال اشداء. رجال اشداء. الرجال هياخده ايه? عشان دول جمعه مذكر. هياخده ايه ولاد. هياخده هؤلاء. طيب. اوراق مبعثرة. اوراق. اوراق دي جمع. بس مش عاقل يا بسر. لان الجمع العاقل بياخد هؤلاء. انما الجمع الغير العاقل بنختار معه مين? بنختار معه هذه. نشاط الاخير اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين. هن نساء مجتهدات. مجتهدات دي تجمع مذكر سالم ولا جمع مؤنس ولا جمع تكسير. نبص على اخيرها ايه? مجتهدات تنتهي بالف وتاء. احنا قلنا من شوية. ايه اللي بينتهي بالف وتاء يا حبابي? اللي هو جمع المؤنس مين? جمع المؤنس السالم. طيب هؤلاء معلمون. كلمة معلمون دي جمع مذكر سالم? ولا جمع مؤنس ولا جمع تكسير? نبص للنهاية بتاعتها. اخيرها وهو نون. هزا فهي جمع مين? جمع مذكر سالم. هذه اجهزة حديثة. كلمة اجهزة. جمع مذكر سالم? ولا جمع مؤنس سالم? ولا جمع تكسير? هي جمع بس ما لهاش نهاية محددة. ازا فهي يا حبابي جمع ايه? جمع تكسير. احسنتم. وبكده نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. والى لقاء اخر. في درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله.